تهديدات وأخرى مضادة هكذا هي أحدث حلقات التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران منذ مقتل قاسم سليماني رجل إيران القوي والنافذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسائل تحذير إلى طهران من استهداف أمريكيين أو أي من مصالح بلاده وأكد أن الرد الأمريكي سيكون أسرع وأقوى وغرد على موقع تويتر أن لدى الولايات المتحدة قائمة بـ 52 موقعا إيرانيا مهما تحت مرمى القصف الأمريكي حال أقدمت طهران على عمل عدائي ضد بلاده شبكة سي إن إن الأمريكية نقلت عن مصادر أن القاعدة الأمريكية في قطر ومصالح الولايات المتحدة في الكويت ومناطق أخرى ضمن الأهداف المحتملات للرد الإيراني ووفقا للشبكة الأمريكية فإن دلائل تشير إلى أن إيران عززت استعداد قواتها الصاروخية الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل إيران وأن الولايات المتحدة تراقب التحركات الإيرانية عبر الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل محسن رضاء أمين مجمع تشخيط مصلحة النظام الإيراني أعلن صراحة أن بلاده بدأت في رصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأمريكية في المنطقة وأضاف أن الرد لن يقتصر على طهران بل سيمتد في مناطق نفوذها في سوريا والعراق ولبنان تصريحات تلت أخرى للحرس الثوري الإيراني بأن طهران حددت 35 هدفا أمريكيا في مرمى النفوذ الإيراني التهديدات انتقلت أيضا لأطراف أخرى فكتائب حزب الله العراقي طالبت قوات الأمن بالابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة ألف متر بدأ من مساء الأحد في تهديد صريح باستهداف هذه القواعد اشتركوا في القناة